بداية خليني أقول حضراتكم أنه رسمياً بقى النهاردة إدارة النادي الأهلي تقدمت بشكوى لكل من مستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم وعمر الجنيني رئيس لجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الأهلي بيطالب في الشكوى الشكوتين بتطبيق اللوائح والقوانين في واقعة تجاوز محمد فاطل عضو لجنة الخماسية في حق محمود عبد المنعم كهرباء لاعب فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واللي حصل طبعاً أثناء احتفالية تسليم درع الدوري بعد مطش الأهلي والطلاع ما انتهى واللي تعب يوم السبت طبعاً الأخير كان آخر مباراة في المسابقة الأهلي أرفق بالشكوتين دول مجموعة من السيديهات اللي عليها الوقع بشكل في منتهى الوضوح والوقع زي ما حضراتكم يمكن كما هتشوفوها معنا دلوقتي لأنه الشيء اللي بيبقى مسجل فيديو من الصعب أن يحنا يبقى في حالة جدل عليه يعني الصورة بتوضح وبتكشف كل شيء السيديهات اللي قدمها النادي الأهلي الحقيقة واللي أرفقها بشكوى بتوضح بشكل واضح جداً أنه محمد فضل هو اللي بدأ بالتجاوز في حق كهرباء وأنه هو اللي اعتقد عليه باليد وباللفز في مشهد الحقيقة دانه الجميع وكان فيه بالمناسبة عدد كبير جداً من الشهود اللي شاهدوا الوقع واللي تواجدوا طبعاً في نفس المكان وشاهدتهم الحقيقة كمان موثقة عشان تخفز على حق اللاعب والدافع عن حقوق النادي المشروع بالشكل وده اللي بنأكد عليه اللي بيتطفق مع اللوايح والقوانين حقيقة يمكن كمان محمود كهرباء نفسه كان تقدم بمذكرة الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة في النادي الأهلي طلب فيها بتقديم شكوى ضد محمد فضل الاتحاد الكورة وشكوى لجنة الانضباط بعد ما تعرض للتعدي عليه في مشهد طبعاً اللي تابعوا الملايين ده اللقطة زي ما حدثتكم واضحة جداً يعني كهرباء كان بيسلم على كابتن خطيب ويسلم على مؤمن وكهرباء على فكرة من أكتر اللعيبة المتحمسة لمؤمن ذاكرية وهنا بدأت المشدة يعني اللي ابتدى بشد اللي مد إيده في الأول على كهرباء هو كابتن محمد فضل والمشهد كان واضح جداً وكهرباء رافق طبيعي جداً على فكرة موضوعه ما هواش نجومية وما هواش أحساس عالي بالذات طبيعي جداً أنه أي حد هيمدي إيده عليك لازم يبقى فيه رد فاعل ده المشهد زي ما حضراتكم شفتوه خدوا بالحضراتكم أنه محمد فضل عمل مداخلة يمكن في أحد برامج تليفزيونية مع سيف زاهر تحديداً وقال إنه مش هيسكت على الواقع دي ومش هيعديها نصاً كده يعني وأنا هنا على شاشة النادي الأهلي في قناة النادي بالأهلي بقول لحضراتكم وبقول للزميل سيف زاهر لا الأهلي هو اللي مش هيسكت على الواقع دي وهو اللي مش هيعديها خدوا بالحضراتكم أن الموضوع تحول لجنة الانضباط طبعاً كابتن محمد فضل قال في مداخلته أنه حول أمر لجنة الانضباط ولجنة الانضباط حتبشر التحقيق على طول في المخالفة أو في الواقع يعني لم يضبط حتى اللحظة أنها مخالفة هتحقق في الواقع ولجنة الانضباط في حد ذاتها يعني علامة استفهام إحنا هنا من السياسات الواضحة والصريحة في المحطة إن إحنا لا نتدخل إلا فيما يعني النادي الأهلي ويمس وما يمس كيان النادي الأهلي لكن مع ذلك إحنا يمكن نكون القناة أو الإعلام الرياضي الوحيد الذي لا يتعرض للآخرين يعني إحنا حطين نفسنا في خانة النادي الأهلي فقط لغير إحنا بصين في كراستنا بيهمنا مصلحتنا فقط لغير بنبص على طريقنا اللي جاي وببص على مشوارنا فقط لغير مش معنين وبس خليني أقول إنه في أوقات كتيرة جداً أنا كواحد بيشجع رياضة وبيتابع الإعلام الرياضي بشكل كبير جداً بجد لجنة الانضباط مش موجودة أو عجزة على التعامل مع عدد كبير جداً من المخالفات اللي بالطول أعضاء التحدي أو المسؤولين عن إدارة ملف التحدي الكرة واللجنة الخمسية في شخصهم ومع ذلك ما شفناش تحرك سريع بهذه الدرجة خلي بالحضراتكم برضو كهرباء في شخصه هو في حد ذاته الحقيقة مثال يجب أن يحتزى بيه في نفس الواقع يعني لو حضراتكم تتذكروا مشكلة كهرباء في ماتش السوبر والنتج عنها قرار بداية بإيقافه لغاية نهاية الموسم وتم تخفيضه بعد كده أو تم تعديل القرار لأنه يكون إيقاف عشر ماتشاط استند القائمين على اتخاذ هذا القرار أو تطبيق هذه العقوبة في مشكلة كهرباء على أنه كان البادئ بعملية الاحتكاك يعني كهرباء تعرض لهذه العقوبة الكبيرة يعني اللي كانت إيقاف حتى نهاية الموسم وتم تخفيضها لعشر مباريات فقط لأنه كان البادئ بالاحتكاك وأعتقد أنه هنا ده مبدأ إحنا كبان بنطالب بتطبيقه في نفس وقت كابتن فضل وكابتن محمود كهرباء دي نقطة